ماذا رأيكم في الإضاءة؟ لا أحد يقول الإضاءة مم كويسة أنا أعمل إضاءات أضعهم لكن كنت مخلي الفيديو أوتو فهو يلعب في الإضاءة لو أضع إضاءة قوية يقلل الإضاءة بالحالة فأخليتها حين مانور المهم ومتوقع مدري ليش تبون تركزون على واجهين تركزون على الشعر الممرتب ولا شنو المهم خلنا بدأ معكم السلام عليكم أهلين فيكم في سلسلة جديدة هذه المرة أخليها سلسلة سلسلة الآيفون 12 الآيفون السن القادمة سنبدأ معكم من الآن هناك إشاعات فأبدأ بإشاعات خفيفة لكن نرتب معكم السلسلة كبداية أول شيء السلسلة ستكون بميزات الآيفون التي ننزلها شي طبيعي لكن الأول فيديو سنسترجع الآيفونات الغديمة وكيف التحديدات حقها لكي نرى الآيفون الجيد كبداية فكبداية نبدأ من الآيفون 2G حسنا جوال جديد لا نستطيع أن نتحدث عن الشيء الذي قبل فشكل جديد قد ما يضعون فيه ويبدأ شي جديد كاميرا كما ترونها لا تبين ألمنيوم تحت بلاستيك أزرار في الجنب فهذا أول آيفون 2007 طيب ركزوا معي في كل شيء كشكل فنبدأ معه بعدها نزل الآيفون 3G 3G ما في فارق بينه وبين الآيفون 2G معالج أسرع كاميرا يعتبر في توضيح خفيف بس هذا الشيء اللي نزل فيه بس لأنه شكل جديد لحق الصناعة فكل هذا الشيء لازم نطلعها من كل مفلوس شكل جديد خلاص فهذا يعتبر ميزة والناس يمبهرون يشترونها يعني ويعتبرون هذا الشيء ميزة أنا بالنسبة لي أحب سلسلة S أكثر من السلسلة العادية سنة اللي بعدها نزل الآيفون 3G نفس الشكل هذا 3G هذا 3G هنا التحديثات قوية لأنه قبل تقولك ما رح نغير الشكل فلازم نحط شيء ذوي معالج أقوى بشيء ملحوظ من 3G إلى 3GS طبعا المعلومية 2G و 3G لا يصورون فيديو 3GS قبل أن تخيار تصوير الفيديو بنفس الكاميرا فهي شيء قوي بذلك الفترة يعني توهم تصوير الفيديو معالج فار كبير بين 3G و 3GS فمعالج قوي تصوير كاميرا يكفي وستور ولا شيء كلها نزلت فيها طيب طبعا نزلوا في التحديثات حتى 3G بداية نزل فيه الستور بعدها نزلوا لايفون 4 幹嘛 لديắp 4 write.. فرق قوي k في ذلك الفترة لابن يجب أن تنزلها طبعا عند أندرويد بدأ يطلع فابن نزلت الثاني اوريض يجب المفضل وفي السلسothe꼬 المفضل فيتسكات الكاميرا 100 ولا اضعواٌ كاميرا 100 أو todavía واET لابن ومكتبة figure الأحد الأضان في أحد السعودية قبل سنتين اذا لم تفتحوها الشكل جبار طبعا في مشكلة الانتانا كانت ان المسكت الجهاز قبضت الموت تنقص لكن الشكل هذا الشكل ابداع طيب بعدها نزلوا الفرص هذا الفرص عدلوا الانتانا في الجوانب اربع بعدما كان ثلاث تقريبا ثانتين تحت واحدة في الوسط فوق الكاميرا صارت اقوى الكاميرا خلفية صارت اقوى وضع فيه سيري هذا القفزة النوعية في التكنولوجه كلها في الجولات القديمة كلها وضع فيه سيري هذا في الفرص شركات كلها بدأوا وضعوا لهم سماعدات خاصة فيهم هذا الشيء الملحوظ في الايفون وبعدها نزلوا الايفون 5 بشكل جديد طبعا بديان 5S شكل جديد اوكي حطوا مدخل الشاحن الجديد صار اصغر فعندهم مساحة من تحت الكاميرا خلفية صارت 5 ميجابيكسل الان شكل جديد خلاص اوكي نسكت ما نتكلم طبعا في بعض الميزات ما اقول لكم ان ما فيه ميزات ما فيه شيء يخليك تشتريه فيه معالج قوي شاشة اكبر بطارية افضل كل الشيء موجودة فيه مسكة جديدة شكل هذا افضل اول افضل شكل عندني عندي الفرص ثاني افضل شكل الفايف هذا شكل مفضل بالنسبة لي ومسكة اليد مريحة فيه مسكة اليد كده طبعا رح اقول لكم بعدين ان حين ليش ما تعجبني هذه الحركة او الشكل حق الايفون ما بعجبني في الايفون 12 فراح اقول لكم ليش لان ابل اشعاط ان رح يكون نفس الشكل حواف في القائمة المهم نزل بعدين 5S هذا القفز النوعي كانت فيه الفلاش اللي موجود عندي حين 5S فلاش صار دول وفلاش البيكسل صار بيكسل ونصف تقريبا ثماني ميجابيكسل نزلت هنا هذا شيء قوي في ذاك الفترة وبيكسل ونصف صار اكبر جودة افضل بحجم صورة اقل فحركة حلوة حطوه البصمة في 5S هذا قفزة نوعية الفر اس حطوه فيه سيري قفزة نوعية 5S حطوه فيه البصمة قفزة نوعية وبرضه المعالج صار 64 بيت الكل غال او مده يحتاج 64 بيت بعض المدراء الشركات الثانية ما رحوا قل لها ساميهم قالوا ما هو 64 بيت في الجهاز ليش في جوال في كمبيوتره بعدها كلهم تقرروا 64 بيت فشو الحركة فاول جهاز فيه بصمة اول جهاز فيه دول فلاش اول جهاز بيكسل ونصف اول جهاز فيه 64 بيت بعدها نزل الايفون 6 شكل حلو مريح الكيرفل في الجام الحواف مبحد هنا مريح برضه حجم اكبر شنه بعد معالج اقوى ليش هذه كلها موجودة دول فلاش موجودة من 5S بصمة موجودة من 5S فبشكل جديد معالجات اقوى تصوير يكون افضل شوي شي طبيعي شكل جديد فالايفون 6 هذهم شكل جديد بس اما الايفون 6S يوم نزل بعد هذا الايفون 6S طبعا الايفون 6S نزلوه فيه جهازين يعني الشكل الصغير والشكل الكبير صارت فيه البند حق الشكل الكبير طبعا انا مراح اعوجه انا من جهاز عنده اعادة فهارد لك ابل دك الفترة المهم هنا جهاز قوي جبار بطارية كبير وشكل كبير هذا ميزة يعتبر بعدها بسنة نزلت الايفون 6S هنا حين نوقف 6S شكل مختلف فيه نوع بعد كبير لكن البصمة صارت اسرع هنا الكاميرا الخلفية فيها تحديد صار فيها 4K 60 فرين شي قوي الجهاز الغديما ما فيها المعالج اقوى في التصوير يعني يبقى البروف لحق الكاميرا في التصوير الكل يرحب فيه والكل يعتبرها ميزة فهذا الميزات اللي موجودة فيه البصمة يعني فيه فارق كبير بينها صارت الجيل الثاني هنا بعدها نزلوا الايفون 7 7 و 7 Plus 7 Plus صار هذا الزر الخارجي ما بفيزيكال يعني ما ينضغط اصلا باللمس يعتبر ولكن فيه اهتزاز فهذا بداية خلاص عبل بتكنسل الزر اللي تحت حطة فيه كاميرتين شي حلو برضو فيه مساعدة سيري حطة طبعا من 5 أو تقريبا 5 أو 5S انه حطة فيه سيري تقول هي سيري وتشتغل ما اشتغل شي حلو الكاميرا ما قلت لكم 4K 60 فريم الان بعض الشركات ما وصل لحق 4K 60 فريم وبعض الشركات وصلوا 4K 60 فريم لكن محدود مش كامل وبعض الشركات ما قدروا يوصلون 4K 30 فريم حين بكسل هكذا يعرفها ف لو بنكمل معاكم ما راح يعني وبعدها خلاص وصلوا ال 8 ما حتشعرها كثير نزلت 10 في ذاك الفترة فصار الشكل الجديد وبدون بصمة وكل شي التن اس ما اختلف الشكل لكن معالج قوي الكاميرات صارت اقوى البطارية صارت افضل ففي بعض الميزات لكن ما راح ادقق عليها فالمهم نزل بعدها الايفون خلاص وقفوا ونزلوا بعدها الايفون 11 البطارية جبارة ثلاث كاميرات كل شيء فحين ننتظر الايفون 12 آسف على القصة كلها اللي قلت لكم ياها لكن هذا اللي اقول لكم من الحركات اني اتمنى الايفون قبل ما تدقق ذيك الدرجة بس على الشكل لان معروف السلسات الغديمة شكل جديد خلاص قل الميزات خل الميزات اللي ارد يحنا ممكن نقدر نزلها نقول اوه ننزل ميزتين ونخليها بعدين لحق الميزات الجديدة طبعا ما راح ما قلت لكم برضو الفور اس نزل فيه من بس مساعد سيري نزل في الفور اس برضو الفور جي طبعا في امريكا بس لكن في الفايف نزل في الفور جي في الدول العالم كلها فالايفون الجديد اوكي راح يكون فيه فايف جي اوكي حلو اوكي بعدين الشكل الجديد خلاص نسكت شكل جديد فايف جي اعتبر خلاص تسكت الكل وشكل جديد ابل اشتبي نسوين اوكي بنشيل النوتش اوكي هذا كل واحد وتفضيله النوتش مزعجك ولا النوتش مو مزعجك الشكل الجديد ان يقول لك براح يكون لايفون ناس يقول لك شكل لايفون فورس اوكي لكن بالنسبة لي الشكل حاد واقي ويعني شونا كده حاد نفس شكل لايفون 5 مثل ما نشوف الصور بدون نوتش وحاد اوكي خلاص نزل جوال جديد بدون نوتش وحاد في 5G اوكي ابي فيه ميزات لكن هذه المشكلة ان الشكل الجديد ان نزل خلاص ان يمكن ان نسكر على الميزات ونقول خلاص ، هاد يعتبر ميزات فأتمنى انا ما لدي اشغل في الشكل انا انتباعي او انا اللي ابقي abaへ ميزات انا لنخلكت توهج وتجلس على شكل واحد والان تخير ان الشركة تجلس على شكل واحد لان ان انتجلس على شكل واحد لازم انتنزلمان ميزات خلاص الشكل نفسه لازم انتنزلماين فأنا اتمنى ميزات اكثر. لكن هذه الاشعاعات الجديدة حين بتنزلك يمكن يكون فيه اربع كاميرات ورا ثلاثة كاميرات الموجودة عندنا وكاميرا واحدة راح تكون تي او اف اللي هو تايم اوف فلايت حق دبت سنس لحق التصوير بتكون حق ال اي ار ولا شيء نفس الكاميرا الامامية لحق هذا لحطينا يصير زي الليزر او شيء لحق الابعاد لحق الجهاز حقك او الشكل يعني مثل او بتصوير شخص شعر في الابعاد وكل شيء عشان يسوي لك اعزل ولحق ال اي ار برضه تصير افضل فا اوكي ميزة الايفونات كلهم راح يكون اولود اوكي ميزة يعني ما في ايفون 10 ار او الايفون الاثل راح يكون الصيدية كلهم اولود وكلهم 5 جي حلو فنبي شيء جديد حواف اكثر الاشخاص طبعا بيكون مبيعات قوية اكثر دي الشكل انا عارف اكثر الاشخاص بيشترون الشكل الجديد اوكي حتى لو انه ما في ميزات قوية الشكل الجديد وراح تكون مبيعات ابل تمي مبيعات بتسوي ذا الحركة اكثر ان بالنسب لي ما افضل دي الشيء افضل ان اشتري جهاز بميزات قوية هذه الاشياء او اتمنى ان ابل تحط فيه شيء قوي اتمنى ابل انه 5 جي كاميرا خلفية تشيل النوتش حواف الجهاز ما بعجبتني بد الشكل ليش لان تخيل انك لو عندك ايفون 4 او 5 ابل حطنا ميزة الخروج من البرامج بذي الحركة الكل يعارفها لكن فيه سلاسه هنا لان فيه كيرف تحت الكيرف ذا انك تطلع ما رح يؤديك في صبعك وان تطلع بكثير الحركة لكن تخيل في الجهاز حاد اذا كان الجهاز حاد وخروجي لازم يكون من النهاية رح تحصلنا ما فيه سلاسه في الخروج تحصلنا ما يعجبك في الخروج مبرامج كده تحصلنا فيه احتكاك يصير قوي في زاوية الجهاز وان تطلع فهذا الشيء لكن الناس ما رح تقول على الشيء رح تقول على شكل جديد وهذا وكل شيء فكل الميزات هذه وهذا اول سلسلة واول فيديو في السلسلة فبدينا فيها يعني تذكير بس لجهزة القديمة اللي راحت كلها ننتظر قدامه برشين شو ما تسوي ممكن تحطي يوس بي سي هل عاجبني الشيء ولا ما بعجبني انا بالنسبة لي لا لانه اللايتنج حلو وكامل اكثر اشخاص له احطوا يوس بي سي هي حركة ان اركب الدانجل وانزل اشياء لكن فيه برضو دانجل خاص لحق اللايتنج انا بالنسبة لي افضل ان يتم اللايتنج لانه وصلنا 18 واط اللايتنج يدعم 18 واط خلاص وابر ما راح تغير لك حين فوق 20 واط والا 40 واط انا بالنسبة لي ما استخدم الشحن السريع 18 واط في الايفون استخدم الشحن الخمس واط انا بحط برح انام بطريته تكافيني يوم ونص وبرح انام ليش احطها يعني بنام احطه 18 واط ليش خلي خمس واط يشحن راحت لي النصح 18 واط لحق الحاجة بس بس فا كتبوا لي تعالي في تاريخاتي اذا اعجبكم الفيديو ولا تنسون نشر الفيديو اعجبكم فيديو نشر الفيديو علشان يعني مشاهدة قوية تشجعني من نكمل السلسلة ورتب السلسلة معاكم اكثر فتحب الغناء بليز انشروا الفيديو واشترك في الغناء ما بيشوف نفس اول يعني 80% من شارات الغناء ومش مشتركين البيت 80% تقل 60-70 أو 70-60-50 حبة حبة ننزل ونكمل معاكم السلسلة بس ففي نهاية الفيديو مثل ما قلتكم لا تنسون نشترك في الغناء ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتحلقاتكم تحت تهمني ولا تنسون فضل دعاكم بليز يعني واحد منكم دعوة من تفرج عني اشياء كثيرة بس السلام عليكم